السلام عليكم تحية طيبة جديدة متجددة للجميع الزفلاوين إذن نتحدث باختصار لماذا المغرب في تراجع مستمر والجزائر في تصاعد مستمر أولا أذكركم بأنه في بداية التسئينات حتى الألفية الأخيرة كان عدد سكان المغرب أكثر من سكان الجزائر حيث هنا كنا 35 وهم كانوا 40 لكن الآن العدد الجزائريين 46 مليون ومع الإحصائيات التي ستقابل سعي ربما سنقترب من 50 مليون والمغرب عدد سكانها تناقص حيث من المفروض أنهم كانوا فيتين يزيدوا فتونه لكن مع السياسات الغير مدروسة مع الإحتماد على الكيار الصهيوني مع الإحتماد على الحشيش على السياحة الجنسية هنا الله الزوج لا يباري الله الزوج لا يباري زيادة على أنه العبودية الله الزوج لا يحب العبودية يحب العبودية له وحده فاليوم يعني المغرب يعني في حالة سقوط ويعني في حالة إنديتر زيادة على الوعي الناس والأمازيخ في المغرب عرفوا بأن هذا الملك يكذب عليهم هو من أسره يعني صهيوني فهكذا تسير الأمور بوضوع زيادة على أنه القضية الصحراء يعني الغربية وجمهورية الصحراء الغربية الآن تتشكل في الوعي العالمي فاليوم المغرب يضيق على نفسه وزيادة على أنه خان الأرض والشرف ووقع معاهد التعاون مع كيان صهيوني في تجاره الجزائر فالمغرب عميل ولا أقصد شر المغربي أقصد المخزن والمخزن الذي هو في الأصل صهيوني هو أميل منذ قروني وسنين لإسرائيل والمخزن يتوازن مع الكيان الصهيوني لذلك سيعيشون في فترة تراجع ثم منهيار وقيم جمهورية المغربية الغرفية أو جمهورية الأمازيغية وهذا هو التحليل على أنه المستوى الذي أعطاه الجزائر في التعليم والصحة والدخل الفرضي والراحة النفسية والاجتماعية والطبية هو يفوت يعني أكثر من ثلاث مرات للمستوى المغربي حيث عدد الأطباء للجزائر يعني كل شيء يعني حتى أسعى البنزين والنفط منخفضة لكن المغرب اليوم يعيش حالة إنهيار حالة استضامة بالواقع أمامه السبتة ومليليا محتلتان ويريد أن يعني يجسد مشروع صهيوني للتوسع في إفريقيا وهم الآن يتهجمون على الإعلاميين يعني الذين الوطنيين الذين يحبون الجزائر على غير الحاكي الدراجي وعلى غير كل إخوة كذلك فالمغرب يعني عليه من الآن أن يجسد روح التعاون مع الجزائر ويعترف بالسحرق الغربية ليتفادى سقوط هذه المملكة إذن وسنتحدث عن أمور أخرى في المستقبل إن شاء الله تحجز زائر للنزول وحتى تعيشيت من الأياشة والعبودية بدأت تنقص في المعلم والواعي بدأ يكبر خاصة مع طورة التواصل الاجتماعي إذن السلام عليكم وتعلميك للنزول ترجمة نانسي قنقر